هل من خطة فعلية يمكن العمل عليها خلال عام 2021 لتكون بصيص أمل بالنسبة لقتصاد السودان؟ نعم صحيح ما زهب إليه الخبراء الاقتصادي لأنه لدينا تجربة طويلة وممتدة لأكثر من 10 سنوات أو 15 عام في مجال مؤتمرات المانحين ومؤتمرات الدعم صحيح أنها توفر آلية لدعم نغضي عاجل لكن في الأساس أنا أفتكر أنه قضية الاقتصاد السوداني هي قضية داخلية في الأساس أكثر من كونه أنه تحصل على دعومات خارجية لأنه هناك إمكانيات ضخمة جدا للاقتصاد السوداني على المستوى الداخلي ويمكن هذا هو خلافنا مع القائمين على إدارة الملف الاقتصادي بحكومة أنه ينبغي أن لا يركز كثيرا جدا على مسألة الغروض لأنه فلسفة الحكومة الدكتور عبدالله حمدوك أنها كانت ترمي مال عراض على أنها تتحصل على قروض ومنح نسبة للتأييد الدولي لكن أخفى علي أن هناك عقبات كبيرة تحرم السودان من الحصول على التمويل الداخلي هناك إمكانيات داخلية لكن هذه الإمكانيات الداخلية لم يتم استغلالها سيد أبو القاسم هذه ربما مؤشرات جيدة أيضا موضوع السيادية للسودان بشكل كامل وخاصة موضوع الحصانة أيضا هذا يعطي مؤشرات أن العام المقبل سيكون أفضل اقتصاديا أليس كذلك؟ أنا لا أعتقد ذلك لماذا؟ أنا أفتكر أنه نحن مررنا بتجارة اتفاقية نفاشة في عام 2005 لأنه دائما صحيح هي بتحت الأمل وبتهيئ لكن أنت لم تستطيع أن تفتح أسواقك وتستقطب استثمارات مباشرة وتتحصل على منح وغروض ما لم يكن هناك يعني الإفاءة بالمتطلبات الداخلية لأن الاستثمار لديه معايير ولديه متطلبات ينبغي أن يتم الوفاء وتهيئة المناخ الاستثماري الداخلي وإزالة التغاطعات الموجودة في بعض القوانين هذا كل يتطلب عمل داخلي يعني البنيات التحتية تحتاج لعمل وكل عمل إداري في الأساس يعني صحيح أن السودان في حاجة يمكن لـ 2 مليار دولار لتهيئة البنيات التحتية الخاصة بالاستثمار وخاصة بالصادرات لكن أقول أنه مع الإمكانيات الموجودة ما كان هناك يعني جهود واضحة وموزولة على المستوى الداخل ويمكن واحدة من أبرز الأشياء السيئة خلال العام 2020 أنه نحن تم إرجاع 36 باقرة لصادرات السرع الحيوانية للاقتصاد وكانت خسارة يعني كبيرة جدا وكانت المشكلة هي إدارية داخلية كان ممكن أن يتم تلافيها وتجنبها وممكن أن يحصل السودان على عائدات من هذه الصادرات نعم